يجمع الله الخلق الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كل ما يقال يسمعونه ويرون لا يتخفى منهم أحد ولكن أهوال يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم والإخوان المسلمين النجاة منها يطول مقامهم إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يطول مقامهم في هذا المحشر ويزيد على ذلك أنه تدن الشمس منهم الشمس فيحسون بحرارتها ما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث الشفاعة الحديث العظيم قال جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بلحم يقول أبو هريرة قال فنهس منه نهسه أو نهش منه نهشه يجوز قال ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم هذا كلام ليس فيه منازعة ولا مماراة ولا يحتاج إلى إثبات سيد ولد آدم سيد الناس سيد الخلق هذا كلام لا منازعة فيه ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أيضا حديث آخر ما يدل على أنه سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الناس يوم القيامة مما ذلك؟ قال يجمع الله الخلق الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كل ما يقال يسمعونه ويرون لا يتخفى منهم أحد ولكن أهوال يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم والإخوان المسلمين النجاة منها يطول مقامهم إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يطول مقامهم في هذا المحشر ويزيد على ذلك أنه تدن الشمس منهم الشمس فيحسون بحرارتها وتحرقهم ويلجمهم العرق يسيل العرق من أجسامهم ويكونون في العرق على قدر أعمالهم منهم من يكون العرق على قدر كعبيه ومنهم من يكون إلى حقوائه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يبلغ بهم الكرب مداه فيتحدثون فيما بينهم ويقولون لعل الله أن يفصل بيننا نذهب إلى بعض الأنبياء لعلهم أن يشفعوا إلى ربهم ليعجل بالفصل بيننا فيذهبون إلى آدم عليه السلام آدم أبو البشر يعني أول من خلقه الله منهم هذا آدم وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته فيذهبون إليه ويقولون يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده وأسكنك جنته واسجد لك ملائكته آدم يتذكر الخطيئة يتذكر خطيئته التي أخرجته من الجنة يقول لست لها أنا يكفيني ما فعلت يعني إذهبوا إلى نوح يذهبون إلى نوح عليه السلام نوح يعتذر أيضا لماذا؟ لأنه أعطي دعوات مستجابة فدعا بإحداها على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة دعا عليهم تعب بعد أن تعب لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوه وهذا شيء لم يحصل لغير نوح عليه السلام لكنهم ما استجابوا فدعا عليه وقال لست لها فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام يعتذر أيضا قالوا يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء الله سبحانه وتعالى أن جاك من النار وكذا وكذا فيعتذر إبراهيم يتذكر ما صدر منه هو يسميه كذبات لكنها هي في الحقيقة ليست من الكذب الصريح إبراهيم عليه السلام ورى عمل تورية تورية هذه تغطية يعني كلام يفهم على أوجه عدة إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى نبض الأصنام ما استجابوا فذهبوا في يوم عيد من أعيادهم وتركوا الأصنام في مكانها قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فأخذ فأسا قال فجعلهم جذاذا كسرهم إلا كبيرا لهم وضع الفأس في عنقه فجاءوا جاءوا فوجدوا آلهتهم هذا أمر يعني أساءهم كثيرا قالوا من فعل هذا بآلهتنا هذه لو كانت آلهة حقيقية تعبد ويطلب منها الخير ويستدفع بها الشر هل تكون على هذا النحو تكسر أبدا كانت تدفع عن نفسها لكن هذا أدل أدلة على أنها ليست آلهة ولا تصلح للعبادة فجاءوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين تذاكروا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يسبهم ويشتمهم وقالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على آيون الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا الفعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذا هو يعني الإحراج هذا موطن هذا تنبيه العقول لكنهم لا يتنبهون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هؤلاء لا يستطيعون أن يتكلموا حتى يخبروا عن من كسرهم ومن فعل بهم هذا الفعل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم هنا جاء توجيه الدعوة هذا التوجيه القوي أفل لكم ولما تعبدون من دون الله قالوا يحرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فعلين القصة المعروفة طيب إبراهيم اعتذر إليهم فيأتون إلى عيسى عليه السلام عيسى ما تذكر ذنبا ما عنده ذنب لكنه اعتذر إليهم وقال ذهبوا إلى محمد فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها قال فآتي فأسجد تحت قوائم العرش النبي عليه الصلاة والسلام قال يلهمني الله ويفتح علي من محمده ما لم يفتح على أحد قبلي وهو ساجد عليه الصلاة والسلام يثني على الله تبارك وتعالى فيقال له ارفع رأسك خاطبه الله وسلتعطه واشفع تشفع فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أمة هذا دليل على ماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل الله الشفاعة مباشرة أثنى على الله بما هو أهله فالثناء على الله هو أعظم المطالب هو مفتاح الاستجابة والقبول فاحرصوا في دعائكم هذا من أعظم الآداب أن الإنسان يحرص في طلبه ودعائه لله على أن يبتدئ بهذه المعاني بهذه المحامد بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى وعليه أن يحرص على ما ورد أن لا يلحق بالله تبارك وتعالى شيئا لا يليق به لكنه يثني عليه بما هو أهله يثني عليه بما هو أهله تبارك وتعالى شكرا